اهلا بكم في محورنا الثاني الكورونا متابعة للجليد أين وصلنا ماذا ننتظر وكيف نتعامل مع هذا الموضوع ورحب دكتور عدنان دكتور عدنان صحاكم منساعد الأمين نعم من وزارة الصحة غلبناك معنا أخي لا لا بسيط أول إشياء وبيدي أبدأ أول إشياء هل سجلت حالات كورونا في أردن؟ نعم أولى لا وبثم مليان بحكيها إيش يعني بثم آم نحكيها بثم مليان لأنه ما في عنا ولا أي حالة لغاية هذه اللحظة لم تسجل أي حالة كورونا في الأردن نعم أقول كل الإقليم اللي حولينا نعم سجل حالات ونحن لم نسجل نخترع حالة مش هل نقوله نحن سجلنا حالي يعني هيك برأيك يعني أخ محمد أنه نخترع حالة ونقول والله نحن سجلنا حالي هي مصابقة يعني إحنا إنجاز لغاية هذه اللحظة لم نسجل حالي وليس أنه تسجيل حالي مع أنه إنجاز الإنجاز إنك لا تسجل حالات هذا الإنجاز هذا بدل على الإجراءات اللي أنت متخذها أنت في ناس بيجونا وحجزت ناس في المطار طبعا ما هي الإجراءات هي هاي المانعة إنه نسجل حالات هاي هي الإجراءات القاسية اللي إحنا نتخذها والحجر على الناس اللي جايين وظروف الحجر القاسية اللي إحنا نتبعها هي المانعة إنه نسجل حالات وهذا إنجاز لوزارة الصحة لغاية الآن لم نسجل أي حالات وذلك يعود الفضل لنظام الرصد الموجود في وزارة الصحة عين نظام رصد إحنا عنا نظام رصد في وزارة الصحة نعم دكتور معلش أنا معلش الموضوع حامي وخلينا نحكي بوضوح نعم إجراءات الرصد اللي علمان في المطارات نعم مش كثير دقيقة لا دقيقة كيف يعين دقيقة لو مش شو ماسح حرارية يا دكتور يا دكتور خبراء الأوباء أبو قل لك لازم تفحص كل واحد بيجي من منطقة قد يثار حولها شبهات وتفحص كيف تفحص بالعين اللي بتكلفته سبعين والثمانية لا 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 التوصيات العالمية اللي إحنا يعني اللي إحنا بنسير فيها في الأردن هي توصيات عالمية موصاب بها من قبل منظمة يش اللي عنده حرارة بأوخذ حبة بردور في الطيارة وبنزل هذا إجواب خبيع أطباء نعم بأوخذ حبة مسكن حرارة بنزل من الطيارة ما بتعرف إنه عنده حرارة ممكن طيّن ممكن ممكن طيّن ممكن إنه يوخذ حبتين ريفانين وينزل وما يكشفوا هالجهاز إنه عنده حرارة طيّن هذا إذا ربك سبحانه وتعالى يعني رائد يعني راد أراد إنه الإنسان يخذ حبتين ريفانين ويفوت على هذا بكونوا عنده كورونا أصلا ما بكونوا عنده كورونا ما بكونوا عنده اللي يصاب بالكورونا بيكون مريض بيكون مريض مش بس حرارة عنده يعني الحرارة مش العراض الوحيد للكورونا الكورونا إذا كان مريض بالكورونا فهي عدة أعراض من ضمنها الحرارة وليس الحرارة الوحيدة إحنا الحرارة إحنا بنستخدم الحرارة للكشف أو التنبيه إنه هذا الشخص في عنده حرارة إفحصوا جيدا حتى تتأكد من كله ومن هذا الفيروس طيب بدي أسأل سؤال في ذات الإطار وإحنا بنحكي الناس قلقانة والناس في يوم عم تسمع أخبار باستمرار وبنحكي عن مركز الحجر والمستشفى البشير وجهزة الحجر وبدي أسمع منك شو وضع مركز الحجر سواء في البشير أو المركز الجديد اللي عملتوا اليوم نعم إحنا خلينا نحكي على المركز الحالي اللي هو في البشير إحنا لا ندعي في وزاة الصحة إنه هذا المبنى أو المستشفى خمسة نجوم نحن لم ندعي ولا ندعي الكمال الكمال لا هو أحد وفقط لا غير طيب الحجر هو من سماته إنك أنت تحافظ على البلد من خلو هذا الفيروس في البلد اللي أنت فيها الحجر هو قاسي ضروف الحجر قاسي جداً لكن المبنى الموجود في وزارة الصحة هو مبنى متواضع يفي بالغرض اللي هو الحجر موجود فيه كافة الخدمات الفندقية هسا بالنسبة للفيديو أنا عارف أنك أنت بتحكي للفيديو اللي انتشار هندي أورجيك فيديو هلا ما انتشار الفيديو اللي انتشار هني أورجيك فيديو ما انتشار قبل نعم خيني أورجيك فيديو ببا هذا الفيديو كانك تعلق عليه وانت شايفه هلا نعم هذا الفيديو لا هذا فيديو ثاني هذا أول مرة من المشور نعم نشيره فقط على موقعنا الإخباري قبل فترات هاي منطقة الحجر صح نعم هاي هيك منطقة حجر ما عليش يا دكتور إذا ملاحظ أنه فيه سطل فيه يعني مي تعدي يعني وقت تنظيف طيب وقت ما يجي العمال هذا يا دكتور هيك حجر يعني آسة أنت عندك في البيت يا دكتور قل لي انتهي حجر شو الحجر هسا النظافة من مسؤولية برداء من مسؤولية ما فيه غرف مغلقة لازم تكونوا قزاز وممنوع حديد وهيك في ابناء لا هذاك العزل في فرق بين الحجر والعزل طب ما أنت الحجر ما انتهي الحجر الحجر هو فضل يا سيدي أكيد كيف الناس الموجودين أنا حكيت لك من البداية احنا لا ندعي الكمال ولا ندعي والله احنا خمس نجوم لكن بالنسبة انه انه يفي بالغرض يفي بالغرض هو الناس الموجودين هناك يتمتعون بصحة جيدة ولكن هم أتوا أتوا من منطقة موبوءة للتأكد من خلوهم من هذا المرض كونهم أتوا من منطقة موبوءة حتى يتم انه لا سمح الله كان في عندهم كانوا في فترة الحضانة ولم تظهر عليهم الأعراض وبعدين ظهرت عليهم الأعراض انهم يكونوا في مكان محصور ما ينقلوا الفيروس هذا لناس أكثر مع الاختلاط وانت بتحكي عن نقل الفيروس ويجات ناسئلة عديدة انه هل من هل وانا يعني بعتذرني انا ما بحبش أحكي هذا الموضوع بس مطاري ان نحكي عنه الأرقيل هل هي ناقلة لمرض الكورونا الأرقيل لانه تعرف احنا الشباب عنا للأسف في وقت فراغهم بتحكي لك شغل هي بالنسبة للأرقيل واحد مريض كورونا ما بأرقل لانه ما بكون يستطيع انه يأرقل لانه مرض الكورونا مرض خطير والأعراض التي تظهر على المريض بتكون شديدة فبالتالي يعني نسبة الوفيات من مرض كورونا يعني نسبة مش بسيطة في بعض الدول اكثر من 10% يعني زي ايران مثلا زي ايران لكن ايش يعني ايش يعني قبل ما يمرض مكان بأرقل هو حامل مرض اذا استخدمت من قبل شخص سليم اه بتنقل كيف يعني مرة ثانية وضح لي اياها بس هي بحاجة يعني واحد حامل للفيروس وليس عليها أعراض حامل للفيروس استخدم أرقيلة واجه شخص آخر استخدم الأرقيلة نفسها البربيش نفسه استخدمه ممكن ينقل فقط البربيش نعم فقط البربيش والذي نقول البربيش والرذاذ تبع المريض الرذاذ اذا كان حامل البيروس موجود في جسمه اه اذا كان البيروس موجود في جسمه وهذا الإنسان ولسه ما ظهر عليه أعراض يعني في فترة الحضانية لساته اه وعطس في وجه الإقبال وهذا اه ممكن ينقل له المرض نعم طيب انا عندي سؤال آخر فضل احنا عنا بطولة رياضية قادمة نعم على أرض المملكة نعم بعيدا ان كل دول العالم لغت كل الفعلات الرياضية وعم بتقلص فيها قدر الإمكان وإحنا رفع دين إنا نقول أهل وسهل للجميع نعم بس هاي ممكن يكون فيها وفود رياضية من دول وبيدي أحكي بوضوح مثلا من إيران نعم شو بصير بتسمحوا سمحتوا احنا عنا معلومة بتقول نعم سمحتهم صحيح هسا بالنسبة للوفود الرياضية تم سمح لهم بالمشاركة لكن بعد خضوعهم قبل ما يروحوا على مكان الإقامة تبعتهم المعين بتم الحجر عليهم مش حجر يعني بتم حجزهم في مكان معين في فندق معين وبتم أخذ عينات منهم وبتم فحصها في المختبر المركزي وهذا صار طبعا و عند ظهور النتائج يتم استماح لهم بالمشاركة في البطول يعني أنتوا فحصتوا كل الرياضيين اللي دخلوا على المملكة الوردونية الهاشمية المشاركة في هذه البطول القادمة نعم اللي أجوا من مناطق موبوءة نعم تم فحصهم جميعا نعم ونتائجهم كانت إيجابية بمعنى سلبية وتم إدخال نعم طيب أنا بدأشكرك الدكتور كم عنده المحجور عليهم اليوم بعد 2 حتى اللحظة حتى اللحظة 12 12 شخص المحجور عليهم في مستشفى البشير نعم طيب بدأشكركم كل الشكر دكتور رحمة الله المتوسطين معك في هذا ونأمل لكم توفيق دائما و الله يعطيكم العافية الله يعافي مشاهدينا إذن إلى هنا وصلنا لختام حلقة الليلة من نبض بلد نلتقي غدا تصبحون على الفخير اشتركوا في القناة